بنت لعب عليها شاب بالهاتف شاب عاطل أكبر منها بسنين يمكن بينهم حوال 15 سنة في العمر لعب بعقلها بكلام وكلام جميل إلى آخرة لحد ما قال أنا بتزوجك وافقته ما هو شاب عاطل تقدم العشرين بنت ما وافق عليه أحد وتقدم لها فأهلها من الطبيعي رفضوا قالوا يعني أنت وين أنت البنت عمرها 18 سنة وانت عمرك 35 ولا عندك وظيفة وإنسان فاشل في حياته فالمهم لم يوافقوا قالت البنت اللي بتزوجه فالبنت صعدت للسطح سطح منزلهم لتنتحر ورقت مباشرة أمها يا بنتي خلاص يا بنتي خلاص وفعلا قذفت نفسها وأهلها مباشرة حاولوا أن يعارجوا الوضع وسقطت على الأرض وانكسرت ثم قامت تضرب أمها وتضرب إخوانها وتصيح لدرجة أمها تقول أنا ما أدري البنت فيها سحر البنت فيها بلاء الشهد يعني إلى آخر ما وقع في القصة لكن الذي يعني ما هو الإثم المترتب على هذا الشاب الذي لعب بعقلها وجاءته البنت هكذا درة وبيضة مكنونة أهلها قد أعدوها ودرسوها وتعبوا عليها وحافظوا عليها وعملوا عليها يعني تحكم جيد فيما يتعلق بالشهوات وغيره ثم يأتي هذا يريد أن يقطفها أنا أقول كل شاب يلعب بفتاة فهو آثم وكل فتاة تلعب بشاب وتغوي فهي آثمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للشر مغالق للخير ومن الناس مغالق للخير مفاتيح للشر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح قال إن المرأة إذا خرجت إذا مشت في الشارع استشرفها الشيطان ما معنى استشرفها الشيطان يعني حاول أن يزينها في أعين الرجال لينظروا إليها ويفتنوا بها فما بارك يا أخي لما بنت تلبس لباسا ضيقا جدا وما شابها ذلك وتمشي في السوق بلا شك أنها تهيج المشاعر فإذا الشاب لم يتعلق بها تعلق بغيرها لا تكن الأخت عونا للشيطان على أن تفتن الناس لأجل أن يلعبوا بها طبعا إيش علاج هذه المشكلة؟ نحن معنا عدة صلاة لكني أريد أن أخذ العلاج سريعا ثم أستمعي لما عندكم علاج ما يتعلق بالعشق حتى الإنسان الذي ربما له تعلق بفتاة تعلق محرم أو بنت الآن تستمعي لنا وتقول لا والله يا شيخ أنا أعرف لي شاب من فترة وكذا ما هو علاج هذه القضية؟ نأخذ معكم شيئا سريعا حول العلاج ثم بعد ذلك نعود أولا شيء أولا الدعاء أنك تدعي الله اللهم حصن قلبي اللهم حصن فرجي الشاب الذي قال يا رسول الله أذن لي بالزناء قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك ثم قال له عليه قال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي أنا قلبي مريض متعلق بالبنات ادعو الله يطهر قلبي قال تعال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه واغفر دمه الدعاء ادعي الله وأنت ادعو الله تعالى أن يحصن قلبك وحصن فرجك أنه يقيك الفتن ما ظهر منه ومبطن الثاني غض البصر غض البصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غض بصره عن محاسل امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه وغض البصر يا شباب هل هو موجه للبنات بس؟ الموجه إلى الأمرين الشاب مأمور أن يغض بصره عن المرأة والمرأة أيضا مأمورة أن تغض بصرها عن الشاب أيضا هي قد تفتن وتفتن كذلك البعد عن المحبوب العاشق يعني واحد فرضا في جامعة ليس في جامعة ممكن في جامعة ينتقل جامعة أخرى إذا كان لم يستطع أن يتخلص وربما دعته نفسه إلى الفاحشة قال يا أخي السجن يحب إلي ينتقل إلى أخرى أو مثلا في عمل معين وتعلق قلبه بفتاة تعلقا عظيما إلى درجة أنه يصبح ويمسي وهو يفكر فيها نقول يا أخي انتقل إلى عمل آخر ليس شرطا أن تبقى معها كذلك التفكر في عيوب المحبوب يعني مثلا لو إنسان يحب لفتاة أو هي تحب فتاة وقد أعجبها جماله وحسنه لتفكر في الأشياء المستقبحة تفكر في رائحة ثمه الكريهة تفكر فيما يخرج من الغائط والبول تفكر في مثلا رائحته لما يستيقظ من النوم لما تتفكر فيها الأشياء كما قال لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه الإنسان لما يفكر في القبائح قبل أن يفكر في المحاسن بلا شك أن نفسه تنصرف ولا تقبل عليه وهذا أيضا أمر مهم لذلك يقول ابن عباس يقول إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتينها يتذكر أشياء المستقدرة حتى ينصرف عنها كذلك تصور فقد البحبوب نتصور لو أن البنت اللي أنت عشقها وكل يوم وكان ماتت ماتت اعتبرها ماتت يا أخي خلاص اعتبرن هذه البنت ماتت انتهينا تعتبر هي أن هذا الشاب ما تفترض حياتها من غيره إيش بتحصل وتعيش على هذا كذلك المحافظة على الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يكثر من صلاة الضحى يكثر من صلاة الليل يضغط نفسه لأجل أن يبتعد عن هذا أيضا الزواج إذا تيسر أن يتزوج زواجا يعني شفيك تضحي كنت لسه ما تزوجت يعني أن يتزوج زواجا يعني بحيث أنه ينصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعجبت أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها يعني الواحد تعلق قلبه بامرأة يتزوج بعض البنات أو الشباب يقول يا شيخ لا يمكن أتزوج غيرها أنا أحبها أقول يترك عنك الكلام تزوج يا رجال وتنساها أو بنت تقول يا شيخ أنا لا أتصور نفسي مع غيره أقول